شكرا أن ترحى ضد دكتور محمد يذهب العظيم وتبقى أو يبقى أثره يعني غادرون جسدا لكن باقوا بيننا فكر وآثا فماذا ترك الشيخ سوء بن أحمد الإسحاقي للأمة من آثار علمية وغيرها نعم هو قد يتبادر للأذهان بأن الآثار العلمية عبارة عن الكتب الشيخ سعود رحمه الله لم يؤلف لكن الشيخ سعود رحمه الله ترك لنا آثار عظيمة وهم هلائك التلامذة نزوة في فترة من فترات كانت مزدهرة بحلقات العلم منذ الصباح وحتى بعد صلاة العشاء كانت مزدهرة الشيخ عبدالله السيفي الشيخ سيفي الكمياني الشيخ دوعة بن قاعد الدكتور براهيم الكندي الشيخ يحي الكندي يعني يكان ما يمر وقت إلا وتقد حلقة من حلقات العلم مزدانة بطلبة العلم فهذا بالفعل يعتبر من الآثار العلمية القوية وهنا نستسمحك عذرا دكتور محمد نقدم للمشاهد الكريم في فاصل قصير يعني بعضا من طلاب الشيخ سباح بالإسحاقي كنموذي نأخذ الشيخ عبدالله بن سعيد بن ناصر السيفي والشيخ جمع بن جاعد الكندي ليحدثونا في دقائق مغدودة عن سيرة شيخ سباح الإسحاقي إذن نستمع لهؤلاء العالمين الكريمين عظمان من وطني صنعوا عزا وتراثا مشهودة في أرضي عاشوا فانتعشت وعشت سألني بعض الأخوان أو بعض الأخوة أن أتكلم عن سيرة أو عن صحبتي مع الشيخ سعود بن سليمان بن سباح من الإسحاقي في التعليم فكيف بأن يعبر عنه لأن تعبير عنه يحتاج إلى روية ويحتاج إلى تأني وأنا لست بفارغا ولكن لا بس إن كان لابد من التعبير فالشيخ سعود يعقز لسانه أن يعبر عن محاسنه من محاسنه التوسعة وسعة البال للطلبة لا شيء ما أنا لما كنت عنده يقدمني أكثر من غيري ولا أدري ما هو السبب إذا رحمت بي أو ما شاهده لذلك الشيخ سعود بن أحمد بن حمد الإسحاقي أحد المدرسين بجامع زواء وكان من بين مدموعة من المعلمين الذين كانوا يجرسون مع الطلبة ومنهم الشيخ مرزوع بن محمد المندري والشيخ مود بن زار أكندي والشيخ محمد بن علي الشرياني والشيخ بكتور إبراهيم بن أحمد أكندي وكان الشيخ سعود بن أحمد أبو البار الطويل في علوم العربية من نحل وصرف وبلاغة ومعاني وبيان وبديع وكذلك في علومي الفقه والمغاريخ وما إدارة ذلك من خلفي العلوم وقد تشرفت بالتلمدى عند هذا الشيخ البديل وكنت قائدا له من منزله إلى الجامع ومن الجامع إلى المنزل وكان كثيرا ما يسعد ببعض القصص ونحن ذاهبون إلى الجامع أو أعيدون إلى البيت إما أن تكون هذه القصص عن الصحابة أو عن التابعين أو عن علمائنا الأخيار أو أئمتنا الأخيار وقد استفدت والحمد لله من المتثيرا وقد سحت كمسي بذكر أخبار أولا الأخيار ففي تلك الفترة يعني تتلمذ على يديه مجموعة كبيرة من من الطلبة والذين هم نحسبهم الآن من العلماء بعضهم وفدوا إلى ربهم رحمه الله تعالى والبعض ما زال باقيا يعني نذكر منهم الشيخ عبدالله بن سعيد السيفي حفظه الله ونذكر أذن المقاطعة المشاهد الكريم بأن الشيخ عبدالله بن سعيد السيفي كلمة في هذا البرنامج يتكلم عن شيخي شيخ سبحان الاسحاقي في فاصل نقدمه بعدها قليل جميل جدا وأيضا الشيخ سيفي الكمياني هو الشيخ النحوي يعني مشهور وأعتقد أن توجد هناك حلقة سابقة عن الشيخ سيفي الكمياني وهو من تلامذة الشيخ سعيد السحاقي أيضا الشيخ ناصب عبدالله الحراسي نعم حلقة الأسبوع الماضي كان من تلامذة الشيخ سعيد السحاقي صدق والشيخ جمعة بن قاعد الكندي حفظه الله والآن موجود هو وما زال أيضا مستمر على حلقات العلم أيضا الدكتور ابراهيم رحمه الله الدكتور ابراهيم الكندي أيضا من تلامذة الشيخ سعود الشيخ القاضي سالم بن حمد الحارثي من الشرقية نعم يعني مجموعة كبيرة من الذين تخرقوا من حلقات الشيخ سعود جميل